اشتركوا في القناة الوفاق النووي وضريف يدعو الأوروبيين لتنفيذ تعهداتهم عشرات الضحايا بغارة على مركز احتجاز للمهاجرين في ترابلس حكومة الوفاق تتهم قوات حفتر بالمسؤولية والأخيرة تنفيه ارهابي مطلوب يفجر نفسه في العاصمة التونسية والداخلية تؤكد أنه العقل المدبر لهجومي الخميس الماضية مقتل مستوطن اثيوبي على يد شرطي اسرائيلي يشعل الاحتجاجات وصل يهود الفلاشة ويكشف وجها جديدا من وجوه عنصرية الاحتلال وبعد محادثات ماراتونية القادة الأوروبيون يتفقون على الشخصيات الأساسية لقيادات الاتحاد الأوروبي وفي النشرة أيضا كسوف كليون للشمس في مناطق واسعة من أمريكا الجنوية وأجزاء من جنوب المحيط الهادئ أهلا بكم أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي لأن بلاده عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ووصف روحاني ألية انستكس الأوروبية بالفارغة فيما أشار وزير الخارجية محمد جواد ريف إلى أن التهران ستلتزم بالاتفاق بنفس الطريقة التي تلتزم بها أوروبا ملح مرية تمضي إيران قدوما بتنفيذ إجراءات تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على عدم إفاء أوروبا بالتزاماتها فلا يبدو أن آلية انستكس قد أقنعت الإيرانيين بضرورة تعليق إجراءاتهم تنفيذ المرحلة الثانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بات قاب قوسين أو أدنى هو تحذير إيراني لدفع أوروبا نحو تقديم المزيد من الخطوات العملية لضمان مصالح إيران وبالتالي ضمان بقائها في الاتفاق النووي ابتداء من السابع تموز سنبدأ بإجراء المرحلة الثانية وسنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى الحد والمستوى الذي نراها مناسبة ونحتاج إليها وإذا لم تلتزم الأوروبيون بوعودهم سنرجع مفاعل أراك إلى وضعه السابق وآلية إنستيكس الحالية فريغة ولا تلزمنا لم تشمل آلية إنستيكس بعد مفاوضات طويلة بين إيران وأوروبا الحد الأدنى لما كانت تطمح تهران إليه رغم وعود أوروبية متكررة واتفاقات بقيت حبرا على ورق كما يقول الإيرانيون بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عقد اجتماعا على مستوى وزراء خارجية إيران والترويكا الأوروبية وقد أعلنوا عن 11 تعهنا تشمل بيع النفط واستداد أبواله والاستثمار وقضايا أخرى لا يوجد شيء منها في آلية إنستيكس لم تصد إيران الباب أمام أوروبا بل أبقت مفتوحا لمزيد من الدبلوماسية علها تنتج تفاهما إذا قامت أوروبا بخطوات جديدة ترى إيران فيها بارقة أمل قابلة للتحقق استراتيجية إيران الجديدة هي استراتيجية العين بالعين بعد فشل سياسة الصبر الاستراتيجي وهناك من يرى أن هذه الاستراتيجية أثمرت في مرحلتها الأولى عن تفعيل إنستيكس بعد مماطلة أوروبية طويلة وقد تثمر في مرحلتها الثانية عما هو أهم وأجدى لضمان المصالح الإيرانية من حمرية طهران الميادين بدوره أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن ظروفا عكست وأن العدو أصبح يخشى من خيار الحرب مع إيران وأضف سلامي أن إيران أغلقت طريقة على العدو بشكل كامل في المجال العسكري وعكست التوازن معتبرا أن العدو في المرحلة الراهنة بات يركز على الحرب الاقتصادية بعدما كان يركز على الحرب العسكرية مدعوما أو مدعومة بالعمليات السياسية والنفسية والأمرياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد معلقا على قرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بالقول إنها انتهكت اتفاقية بقيمة 150 مليار دولار مع بلاده والدول الأخرى الموقعة للاتفاق قبل أن يصبح هو رئيسا لتتوجه الآن إلى خرق سقف التخصيب المسموح لها وهذا أمر سيء وفق تغريدته وللمزيد حول المواقف الإيرانية معنا من طهران مدير مكتب الميادين ملحم رية ملحم يأتيك ألف عافية يعني هي سياسة العين بالعين بعد فشل سياسة الصبر لإيران هذه المواقف اليوم الإيرانية هي طبيعية قبل السابع من الجاري أم هناك ما يجب التنبه له ماذا تعني أيضا هذه المواقف هل هي قابلة للتنفيذ أم قابلة للتصعيد أم سواء قابلة للتنفيذ أم للتصعيد إلى أين تذهب طهران اليوم كم في رضا أو عدم رضا أمريكي على الإيراني مع التنصل شيئا فشيئا الإيراني سيكون هناك عدم رضا ومحاسبة دولية ليس فقط أمريكية أولا طبعا الرضا أو عدم الرضا الأمريكي غير مهمين بالنسبة لإيران إيران كل ما يهمها من هذه القضية هو الحصول على مصالحها التي تضمنها الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 والمفاوضات التي تجري حاليا مع الجانب الأوروبي هي لتأمين هذا الأمر حتى هذه الإجراءات التي اتخذتها إيران في مرحلتها الأولى والمرحلة الثانية بعد عدة أيام أيضا تأتي لتحذير الأوروبيين وللضغط عليهم في مكان ما لإعطاء هذه الضمنات بحسب ما ينص عليه هذا الاتفاق لأن مزايا هذا الاتفاق يجب أن يتمتع بها كلا الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق الطرف الإيراني من جهة وخمسة زائد واحد قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى ولكن ما يحصل الآن أن المصالح تتمتع بها فقط أو يستفيد منها طرف واحد ولا تستفيد منها إيران لكن باختصار يبدو أن إيران حسمت أمرها بتنفيذ المرحلة الثانية بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي وطبعا هذه المرحلة ستكون برفع مستوى التخصيب إلى ما فوق ثلاثة فاصل سبعة وستين في المئة لكن ما هو المستوى الذي ستصل إليه إيران هذا غير معروف حتى الآن هل ستصل إلى عشرين في المئة وهي النسبة التي كانت تخصبها قبل إبرام هذا الاتفاق في عام 2015 أم ستترك هامشا للمناورة السياسية طبعا على هذا سيتضح خلال الأيام المقبلة لكن ما يهم من هذه القضية وما يهم من هذا الإعلان اليوم بأن إيران ماضي قدما بسبب عدم قناعتها بالآلية المالية التي تم تفعيلها قبل عدة أيام خلال اجتماع فيينا وهذه الآلية تراها إيران بأنها لا تحقق مطالبها لا تضمن مصالحها خاصة في نقطتين رئيسيتين نقطة أولى تتعلق بالنفط شراء النفط واسترداد أموال النفط والنقطة الأخرى تتعلق بالتبادلات المالية طبعا هتان النقطتين هما الأهم بالنسبة لإيران كان هناك اتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي كان هناك اتفاق مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية هذا الاتفاق يتضمن أحد عشر بند هذه البنود كلها تتضمن موضوع النفط موضوع التبادلات المالية الاستثمار في إيران الشحن الملاحة البحرية والجوية وقضايا أخرى وافقت عليها أوروبا ووعدت إيران بأن تؤمنها لكن بعد مرور عام تقريبا من هذه المفاوضات لم يتحقق شيء بتقريرك ملحم بتقريرك بختم وتقول أنه اليوم إيران ترى أن هذا الاسلوب نجح في المرحلة الأولى وترى أنه سينجح في المرحلة الثانية على أي أساس ترى أنه سينجح في المرحلة الثانية اليوم الأوروبي يتعرف لو كان بده يتحرك كان تحرك لا بالعكس هناك شركات أوروبية انسحبت وهو يعني متماهي مع الأمريكي على أي أساس تطلب منه اليوم أن يغير في هذه أو أنه ما زال لديه وقت أيام الإيراني يعرف أنه لن يتغير شيء على الصعيد الأوروبي لماذا هي مقتنعة بهذه التي قالتها يعني لا يوجد خيار أمام غير ذلك أم هو لا هذا الحل الذي سيؤتي ثماره بداية على لابد من معرفة نقطة مهمة وأن إيران برغم هذه الإجراءات التي اتخذتها أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا طبعا هذه الإجراءات هي بمثابة تحذير للجانب الأوروبي وقلت قبل ذلك بأنها هي محاولة للضغط على أوروبا كي تلتزم وكي تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق أنه إيران أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا بانتظار أن تقدم أوروبا خلال هذه الأيام المتبقية على تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإيرانية على خطوة عملية ربما تضيف أمرا إلى آلية إنستيكس لكي تعود الأمور إلى مسار المفاوضات من جديد مع الجانب الإيراني أما بالنسبة لموضوع خروج إيران من الاتفاق أو هذه الإجراءات هل تدل على أن إيران لا تريد الاتفاق بالعكس هذا الأمر يدل على أن إيران متمسكة بالاتفاق النوي لأن هناك من يعتقد بأن إجراء المرحلة الأولى أو تنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات التي بدأتها إيران قبل حوالي شهرين تقريبا من الآن دفعت أوروبا إلى تفعيل آلية إنستيكس وربما أيضا تنفيذ المرحلة الثانية سيدفع أوروبا إلى المزيد من الخطوات العملية لماذا؟ لأن أوروبا برأي الكثير حقيقة هنا متمسكة بالاتفاق النوو هو إنجاز ربما الوحيد للقارة الأوروبية منذ عدة عقود على الساحة الدولية وأوروبا تستطيع أن تتصدى للولايات المتحدة الأمريكية هذا ما قالوا أكثر من مرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لكنها تحتاج إلى إرادة فعلية وواقعية للتصدي للولايات المتحدة الأمريكية صحيح ربما يكون هناك تكلفة قد تدفعها الدول الأوروبية مقابل هذا التصدي ولكن في المقابل ستستعيد أوروبا مكانتها وستخرج من فلك التبعية الأمريكية هذا ما تقوله إيران تقول بأن أوروبا قادرة ولكن الإرادة الأوروبية غير جاهزة حتى الآن نعم ربما بهذه النقطة سأنتقل إلى ضيفي كل شكر لك على كل حال من الحمرية مدير مكتب الميادين في طهران كنت معنا من هناك مباشرة وينضم إلينا مشاهدين من بروكسل الخبير في شؤون الأوروبية محمد رجائي بركات سيد محمد أهلا وسهلا بك ربما أنطلق معك من نقطة الإرادة اليوم الأوروبية إذا ما أرادت أوروبا فعلا أن تقوم بخطوات في ربع الساعة الأخير كما يقال يوم بعد هذه التصريحات الإيرانية واحتمالية لعودة لبالتأكيد ربما لعودة عمل مفاعل أراك وبدء التنصل من بنود الاتفاق النووي على الصعيد الإيراني ماذا أمام أوروبا؟ في الواقع هناك نقطتين هامتين فيما يتعلق بأوروبا من ناحية أن أوروبا دول الاتحاد الأوروبي على قناعة هامة بأن الاتفاقية النووية مع إيران هي اتفاقية جيدة وأن إيران احترمت بنود الاتفاقية وتشير دائما المسؤولين الأوروبي إلى أن المراقبين التابعين للوكالة الدولية التقادرية يرون أن إيران تحترم وحترمت الاتفاقية وأيضا دول الاتحاد الأوروبي على قناعة هامة بأن هذه الاتفاقية عامل استقرار في المنطقة دول الاتحاد الأوروبي لا تريد حربا جديدة بعد حرب في العراق وسوريا وليبيا واليمن وهي على قناعة هامة أيضا بأن هناك أطرافا وخاصة من قبل خاصة إسرائيل التي تريد دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة إلى شأن حرب جديدة ضد إيران وذلك الأسباب السياسية وستراتيجية تريد إسرائيل أن تقلص من دور إيران في الشرق الأوسط في سوريا في لبنان في اليمن إلى آخرين ماذا سيفعل الأوروبي؟ اليوم الأوروبي يقف بالنصف إذا ما أردنا القول بين جهة وجهة أخرى من جهة الاتفاق مناسب ويقول أن إيران التزمت ومن جهة أخرى في المطامع الأمريكية ومن خلف إسرائيل أيضا كيف سيتحرك الأوروبي إذن؟ ما كنت أريد أن أقوله أيضا هو أن دول التحاد الأوروبي لديها مصالح هامة مع الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الشركات الأوروبية توجد لديها مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية ورؤوس الأموال الكثير من الشركات الأوروبية تشارك فيها رؤوس أموال أمريكية ورأينا ذلك عندما انسحبت بعض الشركات مثل توتال ومارسيلس من إيران فور صدور التهديدات فبالتالي دول التحاد الأوروبي الآن كما ذكرت يعني هي محتارة بين مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أي خسارة هي أكبر بالنسبة لها وهل من طرق ملتوية بدأت تحت الطاولة هل روسيا ستدخل على الخط لتكون الوسيط هل من اتصالات بدأت بعد هذه المواقف يعني لا يوجد أي رد رسمي واضح حتى الآن على الصعيد الأوروبي ردا على هذه المواقف التصعيدية ليرانيا الرد الأوروبي صدر في بيان يوم عامس أشارت فيه بكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى أن على إيران أن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها وكي تحترم وتستمر باحترام الاتفاقية النووية المصالح الأوروبية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك محاولات من قبل الاتحاد الأوروبي عبر النظام الذي تحدثتم عنه قبل قليل ولكن هذا النظام حتى الآن لم يتم تفعيله لأسباب تقنية وأيضا بسبب تهديدات الأمريكية العلنية والمبطنة أيضا ضد دول الاتحاد الأوروبي وأيضا يلاجب أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي يمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا في مرحلة انتقالية تم يوم أمس تعيين مسؤولين جدد داخل الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بدلا من سيدة موغيريني المسؤول عن سياسة خارجية الاتحاد الأوروبي وهناك تغييرات هامة جرت يوم أمس وأعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي سيكون موقفها أكثر وضوحا سيكون هذه التغيرات التي تتحدث عنها حضرتك سيد محمد رجائي بركات ستكون لصالح أي دفة هذه التغيرات داخل المشهد الأوروبي ما لحظته وما أستمع إليه من خلال مراكز دراسات وتصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصة عندما تكون اجتماعات شاتم هاوس اجتماعات مغلقة أن الكثير من المسؤولين الأوروبيين على مختلف المستويات يأسين من تصرفات الرئيس الأمريكي ترامب إذا دول الاتحاد الأوروبي والقرارات التي اتخذها ضد دول الاتحاد الأوروبي التغير في المواقف يعني هناك أمكانية لمواجهة الأمريكي هناك أمكانية لمواجهة الأمريكي أوروبيا في الأيام الأخيرة من الناحية السياسية بالتضامن والتعاون مع روسيا والصين قد تكون هناك احتمال لمحاولة الوقوف في وجه التعديدات الأمريكية بشأن إيران لأن كافة تلك الدول تريد أهم شيء تريده هو تجنب وقوع حرب جديدة في الخليج الدول الاتحاد الأوروبي مسؤولون الاتحاد الأوروبي شعروا بأنهم دخلوا وصاروا وراء الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على العراق وفي ليبيا إلى آخره بناء على معلومات كاذبة وهم اعتبروا أن هذا كان بمثابة خطأ ارتكبوا وبالتالي لا يريدون أن تندلح حرب جديدة في المنطقة لذلك هم يطلبوا من ويحثوا إيران على اتزام الهدوء حاليا واستمرار باحترام الاتفاقية النووية وسنرى خلال الأيام القادمة صحيح سيما أن إيران ما زال باب المناورة مفتوح لديها حتى الآن كل الشكر لك محمد رجائي بركاتة الخبير بالشؤون الأوروبية كنت معنا مباشرة من بركسل دع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إلى ضرورة استئناف الحوار بين الدول العربية وإيران لافروف وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمنظمة تعاون الإسلامي يوسف العثيمين رأى أن الخطة الأمريكية الاقتصادية بشأن التسوية الفلسطينية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن بدوره شكر العثيمين ما وصفه بالدور الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار العالمي باشرة إيران والعراق وسوريا ببناء خط لسكك الحديد يربط بين مدن شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية واللاذقية السورية ما يعني ربط ميناء الإمام الخميني بميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط للإطلاع أكثر عن مسار هذا الخط وعن فوائده الاقتصادية ينضم إلينا هنا في الستوديو الزميل عبدالله داهر لنستعرض وإياه تفاصيل هذا المشروع عبدالله مساء الخير على شكرا أهلا بكم أهلا بكم في شهر أذار مارس الماضي قام الرئيس حسن روحاني بزيارة رسمية إلى العراق وقع خلالها اتفاقيات تجارية وصناعية ومالية عدة لكن أهمها ما تم الكشف عنه أخيرا من خلال مشروع للسكك الحديدية يربط مدينة شلمجة الإيرانية باللاذقية السورية مرورا بالبصرة العراقية الربط سيتم عبر خط لسكك الحديد بين مدينتي شلمجة الإيرانية وبطول 32 كم مع البصرة العراقية ليكمل بعدها الخط نحو سوريا حيث سيتم ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط مدير شركة خطوط سكك الحديد الإيرانية كشف أن مؤسسة بنياد المستضعفين في طهران ستكون المستثمرة والمقاولة لتنفيذ المشروع وأن الأعمال ستبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران هذا المسار الطويل الذي ستسلكه سكك الحديد سيؤدي إلى ربط اقتصادي وحيوي بين دول ثلاث متجاورة تتعرض لحصار وعقوبات وتضييق تجاري وملي ولسيما دمشق وطهران وسيسهم خط السكك هذا في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث ويسهل من عملية نقل البضائع وقتا وكلفة علاقات تجارية تتعزز وتتنوع ولسيما بين إيران والعراق حيث تم الاتفاق على ألية تسمح للعراق بتفعي ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حسرا فيما يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران لتعويض النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية ولسيما في موسم الصيف حيث يزيد استهلاك الطاقة بشكل كبير كما يستورد العراق الغاز الجاف من إيران لتغذية المولدات الكهربائية التي تعمل بهذا الوقود شكرا لحسن متابعتكم عودة إليك أعلا كل الشكر لك أيضا عبد الله شكرا قتل أكثر من أربعة وأربعين شخصا وجرح أكثر من ثمانين في غارة جوية استهدفت مركز إيواء للمهاجرين في تاجراء شرق العاصمة الليبية ترابلوس وفيما تتواصل عمليات الإنقاذ يحاول طرفان نزاع في ترابلوس تحميل بعضهما البعض مسؤولية الغارة ثقيلا طلع فجر الأربعاء على عشرات المهاجرين الأفارقة بعد ليلة قاسية وطويلة تركت لهم القليل من أثر أحبتهم غارة جوية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء أصابت عنبرا فيه 120 شخصا في مركز إيواء في تاجراء شرق العاصمة الليبية ترابلوس مخلفة ضحايا بالعشرات بين قتيل وجريحة وهذه حصيلة أولية للغارة وفق ما أعلنه الناتق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في ترابلوس رأيت جرح كثيرين والقتل كانوا على الأرض في طريقنا للهرب البعض لا يزال تحت الأنقاض لا ندري ماذا نقول أو نفعل ما أعرفه أننا بحاجة إلى المساعدة للخروج من هنا هذا المكان خطير وليس بيدنا أن نتحرك نحن عالقونا هنا بمجرد انتشار خبر الغارة بدأ تبادل التهم حول المسؤول عنها إذ سارع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى اتهام قوات حفتر بتنفيذ الغارة واصفا إياها بجريمة قتل جماعي وجريمة حرب وفي بيان له طالب المجلس البعثة الأممية لدى ليبيا بإرسال لجنة تقص حقائق لمعاينة موقع الغارة من جهته نفى الجيش الليبي بقيادة حفتر استهداف المركز قائلا إن فصائل متحالفة مع قوات الوفاق قصفت المركز مفوضية الاتحاد الأفريقي دانت الغارة وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بالجريمة الرهيبة فيما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق على مصير المهاجرين بعد هذا الاستهداف الغارة أعادت تسليط الضوء على أوضاع المهاجرين في ليبيا التي تعد دولة عبور رئيسية للمهاجرين والفارينا من مناطق النزاع في أفريقيا والشرق الأوسط وتضم مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا نحو 3500 شخص ممن تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر وهؤلاء يعيشون ظروفا غير إنسانية إضافة إلى احتمال تعرضهم لغارات خلال المعارك المحتدمة وتحديدا في طرابلوس ومحيطها وللمزيد ينضم إلينا من تونس مسؤول القسم الإعلامي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا السيد طارق أركاز السيد طارق أهلا وسهلا بك معنا أبدأ معك من تحديدا أعداد الضحايا والجرحة هل من تزايد في هذا العدد نتيجة هذه الغارة بداية وماذا عن عمليات الإنقاذ هل ما زالت مستمرة؟ أهلا وسهلا حسب تقييم الأول لدينا هناك 80 مصال وأكثر من 40 من القتلى العمليات ليست موجودة وهناك فرق للإنقاذ موجودة حاليا وليست تشتغل ونظن بأن الأعداد ستتزايد إذن لقد ثدفت الضربتان الجويتان ليلة أرحة مركز إيواطة الرحة كما قلنا والهو على بعد 30 كم فقط شرق طرابلوس وقد استهدف هذا الهجوم قسم الضكور بالمركز حيث كان يتواجد مايو 420 رجل محتجز حاليا لم يتعرض قسم النساء للأبا حيث تأكدت مفوضي اللاجئين من هذا في الموقع لأن هذا المركز هذا الإيواء كان يضم أكثر من 600 شخص كانوا محتجزين من لاجئين وطالبين لسوك أفهم منك سيد طارق أن الأعداد مرشحة للتزايد على صعيد أعداد الضحايا وحتى أيضا الجرحة لم يتم أحصاء نهائي بعد لأنه مستمر لم أفهم منك بالصوت تحديدا تقول أن فرق لا تستطيع العمل أم ما زالت مستمرة في العمل الفرق ما زالت مستمرة في العمل حاليا وهناك فرق أيضا من المصابين الموجودين على الموقع لتقييم الوضع الحالي وأيضا للوصول إلى حلول بشأن أيضا اللاجئين الذين هم موجودين حاليا عمليات الإنقاذ إذن مستمرة سيد طارق في اليوم دعوة لإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع الغارة فيما يتعلق بالضحايا والمصابين مستمرة عمليات الإنقاذ ماذا عن التحقيق في هذه الضربة ووصلت هذه الجهات لمعاينة هذه الغارة هي ليست بالأمر البسيط الأعداد ضحايا كبيرة جدا لمهاجرين لا علاقة لهم بكل ما يجري من صراع في الداخل الليبي يكفي أنهم مهاجرين يكفي أنهم مدنيين فيهم أطفال اليوم وصلت هذه لجنة هل وصلت أي جهة دولية أو جهة معنية بهذه التحقيقات؟ يعني حاليا هناك فريق من الأمم المتحدة يعني يتكون من العديد من منظمات الأمم المتحدة هو الآن في الموقع يعني يتم عقد الآن بعض الاجتماعات لكي يتم الوصول إلى توضيح يعني ماذا حصل وبطبيعة حالي هو إجراء تحقيق مستقل لتحديد كيفية حدث هذا الأمر ومن الذي كان مسؤولا عليه ومسألة الأشخاص المتورطين به لأن إحداثيات الموقع الجغرافي جغرافيا وكل المركز الإيواء يعني معروفة عن كل الأطراف الداخلة في النزاع ويعرفون أيضا بأن هؤلاء مهتجزين هم مدنيين يعني ولا دخل لهم في المعارك طيب بما أنه معروفة هذه الأماكن هل ترى الاستهداف يعني مقصود هذا بداية وما الذي ستقومون به كجهة أممية اليوم لدرء أي خطر مقبل على مراكز لإيواء المهاجرين سيما أن ليبيا هي مركز أساسي لكل المهاجرين من أكثر من منطقة سواء في أفريقيا أو في الشرق الأوسط وهناك الكثير من مراكز الإيواء ما الذي ستقومون به على هذا الصعيد لحماية هؤلاء المهاجرين في حال كان في يعني إصرار أو كان مخطط استهداف المدنيين خاصة أن ليبيا دخلت بصراع لا يعرف إلى يعني ختام النفق فيه يعني حاليا لا يمكن أن نعرف بداية كان هذا الأمر هذا الهديد ترى مقصودة لا أظن ولكن المركز الإيواء يعني فعلا متواجد بقرب من مناطق الاشتباكات وقد أعلنت المفوضية في الأشهر الماضية بأن هناك أكثر من 3800 لاجئ وطالب لجوء موجودين بمراكز الإيواء وهم في خطر لأن هذه المراكز الإيواء موجودة بقرب مراكز الصراع وقد كيف سيتم حمايتهم ونقلهم هل سيتم نقل مراكزهم هل سيتم التواصل مع كل الأطراف يعني ممكن قد يكون أطراف غير محسوبة على كلا الطرفين في ليبيا كيف سيتم التحرك أمميا لحماية هؤلاء المهاجرين يعني منذ الصراع في ليبيا في ترابوس يعني من ثلاث أشهر قامت مقوضة بإجلاء أكثر من 1700 لاجئ ومهاجر من مراكز الإيواء يعني إلى أماكن آمنة من هذه الأماكن هناك مركز يعني تشتغل عليه المفوضية وهو يعتبر مركز آمن من حيث يتم إجلاء هؤلاء لاجئين خارج ليبيا يعني الآن نحن بسضل يعني حر الحق حاليا وننظر إلى كيف سيتم إيجاد حلول طارئة خصوصا بشأن يعني اللاجئين الموجودين حاليا في هذا المركز نعم كل الشكر لك سيد طارئ أركاز مسؤول القسم الإعلامي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا كنت معنا عبر الهتف من تونس وفي تونس أعلنت وزارة الداخلية القضاء على الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاق بالعاصمة وقالت الوزارة أن القوى الأمنية حاصرت السميري الذي يعد العقل المدبر لهجومي الخميس الماضي إثر عملية مطاردة وأشارت إلى أنه فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه وأكدت عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية مراسل الميادين نقل عن مصادر مطلعة أن السميري كان ينتمي إلى خلية تتكون من ستة أشخاص مسؤولة عن تفجيرات الخميس الماضي في العاصمة وشيرا إلى أن اثنين منهم فجر نفسيهما فيما ألقي القبض على ثلاثة كنا جلسين في المقهى نتفرج في ماتش تونس بعد سمعنا حسن في جارة كوي الحب نقوله بالرغم من اللي صار وكل اللي رأوا عنا معناها شعب ويقف البلد وعنا معناها عباد شدة صحيح في بلدها اللي رأوا معناها ما عنده نوصل معنا كتونس ما عنده نوصل معنا قدرة ربي معناها أزمة وتزول والمهم نوصل حادثة مقتل شاب إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي أشعلت الاحتجاجات وسط اليهود الفلاشة في إسرائيل وكشفت عن وجه جديد من وجوه العنصرية الإسرائيلية مانال إسماعيل مرة جديدة يخرج مارد اليهودي من أصل إثيوبي الفلاشة من القمقم لينطفض على التمييز العنصري والتعامل الدوني بحقهم من قبل السلطات الإسرائيلية فبعد حالات سابقة من التمييز بالتبرع بالدم والالتحاق بالمدارس وصولا إلى التمييز داخل الجيش الإسرائيلي نفسه جاءت حادثة قتل شاب إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي بدم بارد لتشعل التظاهرات التي شلت مناطق عديدة في إسرائيل وتخللها إغلاق طرق وصدمات عنيفة وسقوط جرحة يؤلمنا أن شبابنا يقتلون بسهولة نحن نقتل هنا فقط بسبب لون بشرتنا السوداء لماذا؟ هل نحن مختلفون؟ لا لسنا كذلك لم نفعل لهم أي شيء هم يقتلون وهم يرتدون بزداد الشرطة إنهم قتل لا عناصر الشرطة هم لا يدافعون عننا بل يقتلوننا الحدث الذي فرد نفسه بقوة على جدول الأعمال الإسرائيلي وغطى على ما سواه من مواضيع دفع رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بعد أكثر من 48 ساعة على الحادثة إلى منشدة المتظاهرين العودة إلى لغة القانون فيما عقد وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان جلسة لتقدير الوضع حذر في نهايتها من وجود خطوط حمر لا يمكن التساهل معها كلنا في حزن على الموت التراجيدي للشاب سولومون تاكا نحن نحتضن العائلة والطائفة الأثيوبيتين لكنني أطلب منكم شيئا واحدا أوقفوا قطع الطرقات نحن دولة قانون ولن نتحمل قطع الطرقات سنحل المشاكل ضمن احترام القانون أفهم الألم الذي يشعرون به لكن لن نتحمل الفوضى والعنف ولن نسمح بأخذ عشرات ألاف المواطنين في الطرقات رهائن للاحتجاج حدود ممنوع تخطيها التظاهرات المستمرة منذ أكثر من يومين تشيب نفاذ صبر الفلاشة بسبب اليد السهلة على الزناد ضدهم على حد تعبيرهم وتكشف عن أزمة عميقة يعيشها المجتمع الإسرائيلي تتمثل في التمييز العنصري والتعامل باستخفاف مع أي اختلاف كان لم تحقق جولة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد الأخيرة في لبنان أي تقدم ملموس بعد التراجع عن القبول برعاية الأمم المتحدة للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وأسرائيل لتثبيت ترسيم الحدود البحرية والبرية معلومات متقاطعة أكدت أن ساترفيلد عاد طرح رعاية بلاده لتلك المفاوضات وعدم الاكتفاء بدور الوسيط وذلك حمل تراجعا إسرائيليا عن التلازم في تثبيت ترسيم الحدود البرية والبحرية ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن رئيس البرلمان نبيه بري أنه سيرد على أي ادعاءات لساترفيل بتحميل لبنان مسؤولية عدم الاستجابة لإنجاح المفاوضات التي كانت مقررة بتحميل واشنطن مسؤولية المماطلة وصل وفد جامعة دول العربية إلى الخرطوم لدعم جهود السنة في الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة الجامعة وفي بيانها أعلنت أن مهمة الوفد ستنحصر في دعم الحوار وبناء الثقاء بين الأطراف السودانية لتواصل إلى صيغة توفقية للمرحلة الانتقالية ولتجاوز الصعوبات الراهنة هذا ودع الوسيط الإثيوبي ووسيط الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري في السودان والمعارضة إلى السنة في المحادثات اليوم وفيما تتواصل المتظاهرات أو التظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين أعلن الوسيطان أن النقطة الخلافية الأبرز تتعلق بإنشاء الهيئة الانتقالية وأكد أنهما عرضا على الطرفين مخططا يحدد الخطوط العريضة للانتقال السياسي كقاعدة للمحادثات بعد محادثات ماراتونية اتفق القادة الأوروبيون على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي وستتولى الألمانية إرسولا فوندرلين رئاسة المفوضية الأوروبية والفرنسية كريستين لاغارب رئاسة البنك المركزي الأوروبي كما سيخلف البلجيك شارل ميشيل البولندي دونالد توسك في رئاسة المجلس القادة الأوروبيون كانوا قد أعلنوا أنهم سيتفقون تفاديا لتقديم صورة أوروبا بلا قيادة أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسين أن الحاجة مستمرة لبقاء الحجد الشعبي وفصائل المقاومة بسبب فشل بعض المنظومات الأمنية وفي حديث إلى برنامج المشهدية قال الحسين أن العراق لا يزال يواجه تحضيات أمنية عديدة لم نشهد أن هناك تعافي تام أمني لدى الأجهزة الأمنية هناك لا زال هناك حاجة وجود الفصائل هو داعم سواء كان إلى الحجد الشعبي الآن بمؤسساته الموجودة أو بفصائل وإلويته أو حتى للأجهزة الأمنية فصائل المقاومة هي مشروع يعني شعبي يتكون من أفراد الشعب العراق ومن عموم العراقيين وبالتالي هو يدافع عن قضايا ومبدأ أساسي هو لا يتبع فعلا يعني هذه الفصائل لا تتبع للقاعدة العام للقراط المسلحة ولا تتبع لقرار سياسي يتتبع لقرار وطني عراقي خالص يعني هو تشكيل عقائدي وبالتالي هو يعتقد أو تعتقد هذه الفصائل بوجودها ما دام هناك كتهديدا موجودا على الأرض كالتهديد الأمريكي أو حتى تهديد القاعدة هذا وكان رئيس الوزراء العراقي قد أصدر أمرا بإعادة ترتيب قوات الحجد الشعبي كجوزء لا يتجزأ من القوات المسلحة عبدالله بدران هو أكبر من التذكير إذن وأقرب إلى قرار تنفيذي هكذا أصدر رئيس الوزراء العراقي قراره الحجد جزء من منظومة القوات المسلحة وحدد آخر تموز يوليو 2019 موعدا نهائيا للانتهاء من العمل بضوابط توجيهات الحكومة قرار عبد المهدي الذي لاقى ترحيبا من معظم القوى العراقية تضمن فرض التخلي نهائيا عن جميع المسمايات التي عملت بها فصائل الحجد الشعبي في المعارك ضد داعش والانتقال إلى تسمية عسكرية رسمية لكن الأهم أنه قرار لم يخفي العناوين الرسائل التي حملها هذا القرار إذا تطبق بشكل حقيقي ضمن الفقرات الموجودة بهذا القرار رح يكون قرار جيد هو تنظيم عمل هيئة الحجد الشعبي وجعلها مؤسسة حكومية وفق القانون الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بقيت تساؤلات فصائل إسلامية لم تكن يوما تحت مظلة الحجد الشعبي إلا أنها ساندته ميدانية فصائل وإن لم تعلن معارضتها للقرار إلا أنها تساءلت عن حقيقة امتلاك الحكومة لمقومات ضبط الملف الأمني ومدى فاعلية تنفيذ هذا القرار فرقاء العمل السياسي عدوه خطوة تنفيذية تقطع الطريق على محاولات تشويش الملف السياسي باعتبار القرار يدرج ضمن منهج الحيادي تجاه أزمات المنطقة لا يكفي تغيير التسميات تغيير التسميات غير كافي لحقيقة فرض هيبة الدولة ومأسسة هذه الفصائل التي كانت هي ضمن قوات الحجد الشعبي تغيير قياداتها تدوير قياداتها الأمر الديواني شمل أيضا الحجد العشائرية وأبناء العشائر السنية غرب العراق وشمله تضمن قرار عبد المهدي في آخره دعوة إلى الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة إلى أن تتحول إلى تيارات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ما عد رسالة واضحة إلى ما يعنيه الأمر عبد الله بدران بغداد آل ميادين أخبار الاقتصاد وزميلة أليسار كرم أليسار شكرا على أهلا بكم أكد وزير النفط الإيراني بجان زنغاني أن بلاده حققت أهدافها في اجتماع أوبيك عن طريق جعل قرارات المنظمة تصدر من داخلها وبالإجماع وليس عن طريق إملاءات خارجية أهم هدف في اجتماع أوبيك كانت تأكيد على أن أوبيك منظمة تتخذ قراراتها بشكل جمعي ويجب أن لا تكون هذه القرارات من الخارج أو أن يتم فرضها على المنظمة في الفتاة الأخيرة حدثت بعض الأمور المقلقة لأعضاء أوبيك ولقد قلت ما لدينا بشأن ما يقوله الأمريكيون وما يفرضونه من ضغوط علينا لقد أكدت أن إيران لا تفاود تحت الضغوط وإذا أرادوا إيجاد تغيير في الظروف فيجب أولا رفع العقوبات أكثر من 840 رحلة طيران تعبر الأجواء الإيرانية يوميا وفق ما أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وأكد المسؤول الإيراني أن زيادة الطلب من قبل الشركات الأجنبية لعبور الأجواء الإيرانية يأتي بعد انحسار التوترات في المنطقة إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لاختصار المسافات يذكر أن رحلات الجوية عبر أجواء إيران انخفضت في الأسابيع الماضية إثر إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في الأجواء الإيرانية توقع فريق من صندوق نقد الدولي أن يتجاوز العجز المتوقع في موازنة لبنان للعام الحالي المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.5% من إجمالي ناتج المحلي بعثة الصندوق قالت أن الإجراءات المتخذة في الميزانية قد تؤدي إلى خفض العجز المالي إلى 9.7% ما يفوق كثيراً المستوى المحدد من الحكومة البعثة نبهت إلى أن شراء السندات الحكومية ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض مصداقيته تعتزم تركيا رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العمولات الأجنبية إلى 20% بهدف الحد من الإقبال على شراء الدولار واليورو ودعم الليرة ونقلت وكالة ريترز عن مصدرين أن الخطط الجديدة لرفع الضريبة تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضاً لرفع الضريبة قدر ما يشاء ولا تشمل مشتريات البنوك من العملة وستعرض على البرلمان خلال أسابيع للمصادقة عليها رسوم جمركية جديدة فوق نسبتها الأربعمائة في المئة فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على بعض الواردات من الصلب من فيتنام الوزارة أوضحت أنها تستهدف السلع التي يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية وطايوان قبل أن تنقل إلى فيتنام حيث تخضع لمعالجات طفيفة ومن هناك تصدر إلى الولايات المتحدة بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك يا علا كل شكراً لك يا إليسار غارقت مناطق واسعة من تشيلي وجنوب أمر أمريكا في عطمة كاملة عندما مر القمر بين الشمس وكوكب الأرض في كسوف كلي ونادر الكسوف الكامل للشمس هو أحدث فلكي نادر ولكنه هذه المرة تاريخي في أمريكا الجنوبية فلأول مرة يحصل كسوف كامل للشمس فوق واحد من أهم مراصد الفلكي قاطبة والذي يملك أكثر التليسكوبات البصرية تطوراً في العالم في شمال تشيلي وفيما توفد حوالي ربع مليون شخص لمراقبة الكسوف في تشيلي التي يتم فيها نحو نصف عمليات الرصد الفلكي في العالم أجمع كانت استعدادات قياسية قد أنجزت لتقديم تجربة مميزة للمشاركين عبر تجهيز مناظر خاصة في عشرات المراصد الفلكية في البلاد ولكن موقع محدداً في صحراء أتكاما شمال تشيلي استقبل العشرات من ذوي الإعاقة البصرية لسماع الكسوف نعم لسماعه فقد سمت علمة فيزياء من بورتوريكو تقنية تسمح لذوي الإعاقة البصرية بسماع الكسوف التقنية اسمها صوت الضوء طبقتها جامعة فالبريسو عبر تحويل الضوء إلى أصوات مختلفة النبرات والإقاعات لتحاكي حالة الانتقال من الضوء إلى الضرام قبل الكسوف وخلاله وبعده لم أتخيل أمراً كهذا في حياتي بفضل بعض المساعدة تمكنت من تمييز الكسوف عبر سماع أصوات الطبيعة الأمر ساحر هذه هدية من العلم أن أستطيع عيش هذه التجربة الحسية لولا العلم لكان عيش تجربة كهذه مستحيلاً النتيجة مشجعة وقد تدفع لتعميم استخدام هذه التقنية وتطويرها لقد رأينا كم كان الأمر مثيراً بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية وهو مثير لنا أيضاً لأنه يدفعنا لتصميم تقنيات جديدة وبدء مشاريع طموحة والتواصل مع أوسع شريحة من الناس في عدد أكبر من الأماكن والمدن بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية شهدت الكسوفة الكلي وأن بدرجات متفاوتة بينها بوليفيا والأرجنتين لكن ما اختبره الناس في تشيري تحت واحدة من أصفى سماوات العالم كان استثنائياً بلا شك فهم رأوا وسمعوا وشعروا بظلام في عز النهار نحن أيضاً مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الضغيرة ولم يبقى لا تذكر بعنقينها الروحاني يؤكد أن إيران ستتخذ في السابع من الجاري إجراءات لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي وضريف يدعو الأوروبيين لتنفيذ تعهداتهم عشرات ضحايا بغارة على مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس حكومة الوفاق تتهم قوات حفتر بالمسؤولية والأخيرة تنفيه رهابي مطلوب يفجر نفسه في العاصمة التونسية والداخلية تؤكد أنه العقل المدبر لهجومي الخميس الماضي مقتل مستوطن إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي يشعل الاحتجاجات وسط اليهود الفلاشة ويكشف وجها جديداً من وجوه عنصرية الاحتلال بعد محادثات ماراتونية القادة الأوروبيون يتفقون على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي وكان في النشرة كسوف كليون للشمس في مناطق واسعة من أمريكا الجنوبية وأجزاء من جنوب المحيط الهادى الميادين.نت المزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية الميادين.نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر